أكد رئيس أقليم كردستان تيرفان بارزاني أن الأقليم جزء لا يتجزء من العراق الاتحادي وسيبقى كذلك وأشدد في الوقت ذاته على ضرورة إبعاد البلاد عن الصراع القائم في المنطقة وأقل في مؤتمر صحفي عقده عقب الإدلاء بصوته في الاقتراع العام لانتخابات كردستان أن السياسة الأقليم هي حل الخلافات والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد ضمن الدستور الدائم للبلاد عبر التفاوض والجلوس على طاولة الحوار وأضاف أن مفتاح الاستقرار هو حل المشاكل بين أربيل وبغداد ودستور وضع الحلول لهذا الأمر داعيا إلى عدم تورط العراق بالصراع الإقليمي وهناك عمل متواصل مع بغداد والجهة الدولية لمنع زج العراق في هذا الصراع ترجمة نانسي قنقر